مرحبا بحضركم من جديد مشاهدين الكرام في الحياة الآن ونستكمل مع حضركم أخبرنا وخبر متعلق بالتربية والتعليم حيث تنطلق اليوم امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب الشهادة العامة في جزئها العلمي لها على أن تبدأ النظرية يوم 19 من الشهر نفسه قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ورئيس عام الامتحانات أن الامتحانات العلمية تبدأ اليوم في المدارس وتستمر حتى بدء الامتحانات النظرية على أن تستكمل العملية مرة أخرى عقب انتهاء الاختبارات النظرية أوضح الدكتور أحمد الجيوشي أن هناك غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات على مستوى الجمهورية وعدد تقارير وعرضها على مسؤول الامتحانات